بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صرات العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وبيل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويسدون عن سبيل الله ويبغونها عباجا أولئك في غلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه ذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لوني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قضم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا لعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شيك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاضر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتنا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتبكل المؤمنون وما لنا ألا نتبكل على الله فقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتبكل المتبكلون فقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأبحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعضهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف بعيد واستفتعوا بخاب كل جبار عنيد من ورائه الجهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يغدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الغلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات بالأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لاذ هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من مخيص فقال الشيطان لما غضي الأمر إن الله بعدكم بعد الحق ببعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني بلوموا أنفسكم ما أنا بمصرهكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم فأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف غرب الله مثلا كلمة ضيبة كشجرة ضيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فيغرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقبل الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيغل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كثرا وأحلوا قومهم دار الببار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليظلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقينوا الصلاة وينفقوا مما رزغناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره فسخر لكم الأنهار فسخر لكم الشمس والقمر دائبين فسخر لكم الليل والنهار فآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار فإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أغللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بباد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسعاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا لتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار مهضعين مغنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم ضرفهم وأفئدتهم هباء فأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أغسمتم من قبل ما لكم من زبال فسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وغربنا لكم الأمثال فقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف بعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قتران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينفروا بهي وليعلموا أنما هو إله وعهد وليلذكر أولو الألباب Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum Hemen şimdi abone olun Abone olduğunuz için teşekkür ederim Sevgiyle kalın اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة